مرحبا فيكم حباي في الدلويين وان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب ويكون شهر حلو وإيجابي على الجميع طاطك كيف حتكون حتكون نوعا ما مسيطر على شكله انت بالماضي ما كنت مسيطر عليها شايف بإيدك اللي هو الحظ الفورتن مش عارفة حظ فيه رح يكون بين إيديك أو رح يكون موجود عندك بالفترة الجاي انت رح تستغرب انه هو موجود يا رب تكون قراءة حلوة لأنه معظم الأبراج طلعت عندي شوي سلبية فخايف الناس تزعل مني خلينا نشوف بشكل عام إذن لبرج الدلو ان شاء الله تطلع يا رب قراءة إيجابية رح أفتح أول شي بشكل عام بعدين شوي نشوف العاطفة هيك نظرة خاطفة نحن مفاتحين على قراءة عامة الطرف الثالث ليش بيبين أنا مش فهمة مش فهمة ليش بينط عندي أنا الطرف الثالث بيظل ينط عندي الحمد لله لحد الآن الورق حلو يا رب اخر ورقتين يكونوا حلوين تطلع قراءة من القراءات حلوة لا حلو الحمد لله يعني برج الدلو ان شاء الله الفترة الجاي ما رح تكون زي الفترة الماضي رح تحارب تكافح تحاول تدافع عن حالك اما في محكمة اما في جمعة اما في العمل لكن رح يكون معاك اللي هو الدليل رح يكون معاك السلاح المناسب لانك تعمل هذا الاشي لانك يعني رح تظهر الحقيقة رح تاخد حقك المهم انك رح تكافح في هذا الموضوع ما رح يجيك على الجاهز ولكن رح تربحه رح تكون ربحان لمدة طويلة زي ما احنا شايفين هون الشكل فشايف انه في نتيجة هذا الشي رح يكون في ترقية لما يكتشف مثلا المدير او اللي عندك في العمل او 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 لما يكتشف جدارتك او حتى لو ما كنت تشتغل رح تثبت جدارتك ويصير في عندك دخل اذا ما كان عندك دخل من الاول او انه ترقية اذا كان عندك شغل فرح يكون نتيجة انه هذا الموضوع رح يكون نتيجته انه زيادة في الدخل شوف هون العلاقة الثلاثية شايف في عندك ممكن يكون موجود علاقة ثلاثية وانت شاكك في العلاقة الثلاثية ولكن انت بنفس الوقت قادر انك تروض الحبيب قادر انك تروض اي حدايا برج الدلو برج الدلو مقنع جدا يعني بتقدر تروض اي شخص فبنات برج الدلو يعني بتخيل ما في شي صعب عليهم خاصة في العلاقات العاطفية بقدروا يروضوا الطرف الثاني زي ما بتهم ولكن يمكن يكون الحظ احيانا مش معاهم فمش عارفه بس هون بيطلع لي القوة بيطلع لي انه يعني شخص يعني عادي جدا عنده انه يتحدى ويغامر عنده روح المغامرة فعم بشوفك بنفس الوقت عم بتحارب الطرف الثالث ما عم تترك له الساحة يعني انه في انتصار عليه ما عم تترك له الساحة عم تحاول انه تكون العلاقة يعني مستمرة دائمة وهون انا شايفة نهاية رقم خمسة نهاية لطرف الثالث مهما كان الطرف الثالث هذا حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة او شخص ثالث داخل على علاقة ممكن يكون اي عائق في العلاقة العاطفية وحتى مش بالعلاقات العاطفية ممكن بالعمل عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون في طرف الثالث فمش الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في اي مجال هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفي وهون شايفة نتيجة الاستشفاء رح يصير ان شاء الله في هاي الفترة يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من اي طاقة سلبية كنت تعاني منها بكل اشكالها حسد سحر عين ما بعرف شو هي بس انت بتعمل رقيات بتعمل استشفاء في منكم بروحي يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها عم بيكون مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يظلوا يكرر هذا الموضوع ذلك بشوف عندهم السبع شاكرات انضافي يعني شخص لا يعني شخص عن جد عم بيشتغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت على حالك على قد ما السن الجاي خلينا نقول او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير فكتير ركز على المد الجاي كيف رح يكون شكلها نجي ناخد هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة هلا ممكن نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة ممكن اساسا تكون فاتح على العاطفة او قراءة عاطفية يبين عندك شوي امور تانية فانحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة او لا لكن القراءة هي عاطفية زي ما بتعرفوا دايما بعيدها ان القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية فاكيد ما حتنطبئ على الجميع او يمكن طاقتك ما بتوصلني فكتير في اسباب هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر باخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك الاشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الاشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع ما عم تنسوا شوف حابة تكون كتير وحيد هاي الفترة عم حابة تكون وحيد لانه تعبت من كل شي تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من كتير ازمات امور حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات او تحديات شايفيتك اكتر اشي هون عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك اكتر عم تعمل عم تهتم في مظهرك كتير 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 هاي الفترة ومش بس مظهرك عم تحاول كمان تقعد مع حالك تقنب حالك يمكن احيانا احيانا لا بالعكس فعم تقعد مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بيكون عندك حدس اوي كتير هاي الفترة او حاسة سادسة بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في الكرت عم بشوف الحبيب عم بيجهز حاله بعدين جاي وهو مسلم شوف رافع الراي البيضة وجاي لعندك فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون قاسي ما تكون خلينا نقول طف معاه تكون شوي اكتر هون شايفة في شايفة في عوائق كتير في علاقتكم العاطفية يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتوا تعبتوا على قد ما حتلاقوا في نجاح لهاي العلاقة مع انه ما في شي بالسابق بيدل على انه في يعني في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون في خير كتير جاي ممكن تسافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة او بعض عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان عم بتشك بالحبيب لكن هذا شكك مش في محله شايفك رح يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصلوا لنقطة معينة رح تتكامل و رح تقربوا كتير مع بعض ولكن هذا كل هذا بيحتاج جهد منك جهد منه اذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة و شايفه هون كبرياء كبير من الطرفين يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك تاني لحتى انه يرجع اكتر اشي شايف الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا فعم بيشوف حاله كتير هيكا انه لا هو مستحيل يرجع انه كذا ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب كتير كتير بيحبه شايف الناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم سفر او هجرة عم بيفكروا فيها إلهم فترة طويلة وين تكملتها دقهم خلينا نشوف ازا فيه نصائح لبرج الدلو ممكن تكون مسج من الكون ممكن من الملائكة يعني بقول لك غير نظامك اليومي غير ممارساتك اليومية قبل شوي قلتلك ممكن يكون في عندك ادكشن ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين فهون عم بيقول لك فعلا انه زي ما قلنا انه بداية جيدة حتى انت تعمل تعمل مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية يتغير في حياتك اليومية ما تضلك نفس الروتين بقول الوقت نفس الروتين بتاكل نفس الاكلة بتروح بتعمل نفس الشي اذا كنت مدخن عم بتدخن بكثرة عم بتروح للإكستريم في المواضيع فبيقول لك لا انه هيك وهيك كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف في وازن كتير بين التفكير والعاطفة او عنده مش عارف العاطفة انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات البنات طبعا لا عاطفيين كتير رومانسيين عندهم قنوسة يعني طاغية ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم بيكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب العاطفة او على حساب عيلتهم بقول لك استمع باصغاء يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها بقول لك لا استشير اللي حواليك يعني اسمع ممكن كمان يقول لك اسمع للطاقة الكونية حاول تكون اكتر روحانية وكأنك شخص نوعا ما الحاليا عم بتكون شوي بعيد عن روحانيات فبقول لك زود هاي الروحانيات شيم ظاهر انه في حدا من العائلة عندك او انت شخصيا او الشريك عمل شي يدعو هي كلمة كبيرة بس انا يعني بترجمها حرفيا اه للعار او مش شكل العار يعني لا اه ما بعرف صارت فضيحة صارت شي صار شي مؤلم يعني صارت مشكلة وكبرت اه فا اه بيقولك انه رح تمشي عديها حاول تنسى نشوف هاي الكروت ازا لبرش الدلو برج الدلو بيقولك اه في هذا الكرت انه الفترة الجاي رح تكون في وفرة كتير او رح يكون في حظ فاستغله لانه بعديها في فترة مش خاط يعني بس بعديها في فترة يعني رح تحتاج فيها هذا المال رح تحتاج فيها هاي العاطفة بيقولك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة اشحم حالك على قد ما تقدر اه عندك وفرة مالية حاس يعني حاول انك تكسب اكتر شي ممكن اه وكأنه في بعديها شوي اه انزول في هذا الموضوع ان شاء الله ما يكون فيه بيحكي لك يو ار سيف اه انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت اه ما تخاف مهما كانت التغيرات حواليك على اي صعيد فانت ما تخاف انت في عناية الهية او انت بيقولك يو ار سيف فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انه الاشياء الحلوة تتير والاشياء اللي مش حلوة ما تتير فحباي ببرج الدلوب اشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة اشتركوا في القناة